يمكن كثير من الأباء والأمهات بيبحثوا بشكل مستمر عنه يمكن الطرق اللي بتساعد في تربية الطفل بشكل سليم وازاي يقدروا ان هم يتعاملوا مع أخطاء الأطفال ايه هو العقاب الإيجابي كل ده ركزت عليه مبادرة الطفل اللي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عشان كده النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن الرشادات والنصائح الخاصة بالتربية الإيجابية مع ضفتنا اللي منورانا في الستوديو النهاردة الأستاذة رندة طحان أخصاء الصحة النفسية والإرشاد الأسري أهلا بك يا فندم نورانا يعني لو الطفل منه هو صغير ما ترباش بشكل سليم وكم فيه عقاب يمكن يدوره نفسين هيجبر يبقى حاجة صعبة جدا للمجتمع فلازم بنركز منه احنا صغيرين أو من السن صغير جدا على الأطفال ان احنا حتى في عقابهم نعقبهم بشكل إيجابي كلمة جديدة عليها شوية ايه هو العقاب الإيجابي؟ في عقاب إيجابي؟ في عقاب إيجابي أول طبعا ما استخدمنا لفظ التربية الإيجابية بتساوي عقاب إيجابي ولكن يعني خلط مدام فيه تربية إيجابية بنستخدم التقويم تقويم السلوك وليس العقاب يعني كلمة العقاب على طول مربوطة عندنا بأن فيه تجديد جدا في العقاب إن العقاب لازم يكون قاسي جدا للطفل إنه هو بيخاف من كلمة عقاب وبيحس دايما شعور بأنه مامته ولا بابا دايما مش راضين عنه بسبب العقاب وبيحس إنه هو عنده عدم تقدير للزاد عدم استحقاق حاسس بعدم ثقة بالنفس هي كلمة العقاب دي خلاص يعني بنحاول واحدة واحدة إنه نقلل من حدتها وخوف الأطفال منها بنحنا بنستخدم عملية التقويم تقويم السلوك لأن العقاب هو ناتج عن سلوك الطفل طيب لما نقوم السلوك فأنا بنسبالي كده إن أنا بطبق التربية الإيجابية بشكل سليم وعلشان قبل أن نبدأ من كلمة عقاب فلازم نفهم هي أي تربية الإيجابية هي التربية الإيجابية يعني إن أنا بتتبع مقاومات أو معيير الاحترام عند الطفل والأمان يعني أنا بطمنه في أي سلوك هو بيصدر منه بطمنه إنه نقدر نقوم السلوك ده بدل من إنه نعاقب السلوك اللي هو أم بي يعني مثلا ببدأ إن أنا حسسه إن أنت مقبول في كل الأوقات مش إن أن أنا هقبلك قبول مشروط إذا عملت ده أنا أحبك إذا أنت معملتوش فأنا هزعل منك أو مش بحبك لأنه هو رابط دايما إن أي حاجة بيعملها بحب وتقدير الناس الحواري وإذا هو معملش اللي هم عايزينه وغضاهم بيحس دايما بتقنيم الضمير وإن هو شخص ما عندوش أي قيمة للذات يعني فعشان كده بنستخدم التربية الإيجابية أو العقاب الإيجابي فيما بيسمه في إنه نحن بنحاول نفهمه هو عمل ده ليه؟ ببدأ إن أنا أتكلم عن عواقب السلوك بمشده إزاي إحنا نحاول نقاوم السلوك ده ونعدله بساعده في التصحيح بساعد الطفل إزاي إن هو يبدأ يصحح الخطأ اللي هو عمله بدل من أنا أستخدم على طول سياسة العقاب لأن دي مهمة جدا ببدأ إن أنا أتكلم معاه هو لما أنت عملت السلوك ده فالعواقب بتاعته اللي هتبقى سلبية عليك واحدين تلاتة أربعة وإذا أنت قررت الغلط أنا أول مرة بعدي لازم السلوك اللي هو أو الخطأ بتاع الطفل أول مرة بعديه وطبعا وفقا للمراحل السنية بتاعته بتكلم معاه بنصح والرجد والتوجير بعد كده ببدأ إن أنا أمارس بقى عليه سياسة التقويم أو التحذير إن أنا ببدأ أقوله أنا همنع من كذا أنا هقلل مثلا استخدامك للموبايل أنا نهاردة مش هنروح الخروج اللي إحنا يسنع مع صحبنا أنا عايزة بس الأول أرجع لنقطة مهمة قوي حضرتك قلتيها إنه دايماً ساعات كتير أمهات وأباء بيقولوا لأولادهم أنا لو أنت عملت كذا مش أحبك أو ماما بيتش تحبك عشان أنت بتعمل كذا طيب لو الطفل هنا حس إنه مش محبوب هيعمل إيه أو هيحس بإيه هيحس طبعاً بأنه بالدونية رقم واحد إنه ما يستحقش الحب وتقدير من الناس اللي حواليه وإنه هو لازم يسع علشان يردي الكل فبالتالي أنا كده عملت له هزة يعني عملت له هزة الثقة مش واثق في نفسه فيجبر بقى يطلب علاقات كلها مهزوزة وعلاقات كلها سخيفة بالضبط أيوة التوكسيك ليه؟ لأن أنا بنيت خلاص الكيان نفسه هو مهزوز مضطرب عنده حالة من يعني يعني عنده خلل نفسي غريب جداً بسبب أن مامته بتحبه إذا عمل حاجة معينة أو جاب الدرجة النهائية وإذا هو ما جابهاش نبدأ نعجبه لأ أحنا كده بننسى خالص لخصية الطفل بنمهيها بنتعامل بس على القدرات الزهنية اللي احنا عايزين الطفل فيها بدون ما نستوعب هو قدرته عملت زي يعني زكاءه واصل لكام بيحب إيه وما بيحبش إيه لكن أحنا حكمنا بدرجة حكمنا بأننا حابين في إيه؟ شايفين أحنا اللي عايزين نحط الطريق نرسم شكل الطفل ده وشخصيته وتبقى عملت زيه بدون ما يكون أنا درسة شخصية فيه أمات كتير مش درسة شخصية أولادها يعني تيجي تسأليهم هو بيحب إيه هواياته إيه؟ مش عارفة يعني بيزر يرعب مصحابه بيحب الكرة لأ فيه حاجات دفينة جدا في الطفل الأم إذا ما اكتشفت هاش بدري خلاص كده بنتجاهل شخصيته الحقيقية وبيبدأ يسعى أن هو إيه؟ يعني يخرجها برا وكمان ممكن أن هو يخرجها في محيط أو بيئة البيئة دي بتبقى درجة ليه أكتر من هي صحية لأن البيت ما حاولش أن هو يعزز الحاجة دي وأن هو يحط إيده عليها وينميها لأ احنا تجهلناها تماما وبقينا نحكم الطفل بدرجة بأن هو على طول فيه القبول المشهود السن للأم والأب لازم يركزوا فيه على صفات أولادهم زي ما حضرتك بتقولي بيحب إيه؟ ما بيحبش إيه؟ بيكره إيه؟ بيشاطر في إيه؟ يمكن عنده ضعف شوية في حتة تانية محتاجة أوله الحتة تزيل رياضة المفضلة ليه إيه؟ الرياضي المفضلة ليه أو الممثل أو المغني الحاجة دي كلها القدوة ليه؟ صح من سنة 3 ل 6 سنين من أول 3 سنين بكتشف الطفل هو بيبدأ يحس بالاستقلالية يعني أن هو بيعايز يعتمد على نفسه يدخل الحمام مع نفسه ويعمل هو مهام معينة مع نفسه ولكن الأم بتساعده طبعا وبتبدأ هنا تركز هو بيتوجه لإيه؟ يعني بيحب الرسم، بيحب الموسيقى بيحب مثلا لعبة معينة بنمي هنا المهارات بتاعته من سنة 3 سنين بالضبط بنبدأ نفهم ده ونحط إليه وفي نفس الوقت أن أنا دي بالنسبة لي رقم واحد أكتر من فكرة بقى إيه تحصيل الدراسي إن أنا أعلمه 1, 2, 3 لأ أنا لازم أكتشف هنا الطفل إيه هواياته، إيه الجوانب اللي هي المحببة ليه وأعرف هنا الإمكانيات بتاعته عملة زي القدرات وهنا ببنيها إزاي؟ من 3 سنين لـ 5 سنين وأربع سنين هنا ببدأ ألاحظ أن الطفل القدرات العقلية بتاعته والزهنية وكمان الرياضية والاجتماعية ببدأ أعرف هو مثلا منطوي ولا لا هو بيحب يتكلم مع الناس ولا بيحب يلعب مع أصحابه لازم أكتشف كل ده من سنة 3 سنين لأن في المرحلة دي هو بيبدأ يقلد مرحلة التقليد بيحاول أن هو ياخد من ثقافة بابا شوية ياخد من ماما شوية فلازم إحنا كمان نبقى حرسين على السلوك اللي إحنا بنصدره للطفل إحنا بنتعامل إزاي؟ لأن أنا لما بتعامل معاه هو مريتي صح يعني كل ما أنا هعمل السلوك هو هيقلده في سنة 3 سنين من هنا بقى خلاص هو اتغرس فيه السلوكيات اللي أنا نفسي تبقى موجودة في الطفل إذا أنا عملت عكسها وبطالب الطفل أن هو يعمل حاجة تانية أنا أريد منش بعملها في البيت ولا بابا فدي حاجة يعني قمة قمة الخطأ من الأهالي بتغيرها غير طبعية لهم عايزين الطفل يبقى حاجة هم ما بيمرسوش عليه مثلا لاحترام يعني طبيعي جدا لو أنت بتيجي تقولي أن الطفل مش بيحترم بابا ولا مامته ولا بيحترم مدرسينه في الفاصل أو الحضانة هو شايف ده قدامه بالضبط هو شايف ده قدامه أنت نفسك كأم أوقاب ما احترمتوش ما استأذنتوش مثلا مش بتقولي له اتفضل يبدأ هو لما يشوفي كلك تفضلي تحترميه فعلا تنزل لسنه باحترام هو إذا احنا مارسنا كل العادات الإيجابية في البيت مش هنحس أبدا أن فيه أخطاء كارثية نقدر أن احنا بعدين نحاول نحن نعالجها عارفة في بعض الكوميكس اللي بتبقى على الفيسبوك كده يقولك إيه تربية الإيجابية دي اللي جابتنا وراه احنا من ساعة ما بطلنا نستخدم الضرب والشتيمة والحاجات دي والأولاد مش عارفة جرالهم ايه لكن ما عرفوش أنه في الحقيقة لا ايه ما جابتكوش وراه ولا حاجة يعني ما احنا شايفين أجيال كتيرة جدا عندها مشاكل كتير طيب قد إيه بقى أنا عايزة أتكلم عن كارثة أنا مش هقول صعوبة أو وحاشة كارثة أن الطفل يبقى بيتضرب أو بيتشتم أو بيسمع حاجات تأذي نفسيا الكلام ده كله قد إيه كاريسي عليه نفسيا طبعا كاريسي عليه وبيفضل معاه لحد نهاية عمره إذا ما عليكش طبعا الموضوع لأنه بيتأثر به بيسبب له أمراض نفسية تربات نفسية مشاكل صحية وجسدية كمان ممكن أن هي بتأثر عليه في وظائف حياته كلها في شغله في طريقة عمله مع الناس في علاقاته في أن هو يقدر إزاي ينتج ما بيحققش الهدف اللي هو عايزه تلاقيه مشتت تاية حاسس أن هو نفسيته على طول مش كويسة مش عارف يستمتع بالحياة هو نفسه مش عارفه عايز إيه فيه خلل رهيب نفسي بسبب طبعا هي النشأة والاجتماعية دي هي رقم واحد وحتى لما بيحصل التربات نفسية للطفل نتيجة الأم والأب لأن زي ما احنا عارفين أن المرض النفسي هو يعني الناس اللي بتيجي لعيدات بسبب الأمراض النفسية هم ضحايا المضطربين نفسيا أصلا يعني هم دول جايين مش حاملين المرض النفسي ولكن ضحاياهم وضحاياهم أغلبيتهم من زويهم يعني الأب والأم فبنيجي حتى بالنسأل الأول هي التنشأ كتتعمل ازاي علاقتك مع باباك وممتك كتتعمل ازاي لأنه دي الأساس حتى هو يعني بدون مثلا ما يلاحظ يلاقي نفسه بيعمل نفس بالضبط زي ما والده بيعمل في البيت طريقته سلوكياته طريق كلامه لأ وكمان لما الورد ده هيكبر هينقله الأولاده لغاية ما ييجي بقى حد في جيل بقيدي باقي السايكل دي طبعا هو السلوك مكتسب أولا هو غاسي ومكتسب من الخبرة والتجارب الحياتية فهو طبيعي طول ما بيشوف البيت بيتعامل ازاي خلاص هو نقل ثقافة البيت إلى الناس تانية اللي هو بيتعامل معهم في حياتهم سواء بقى أصحابه يعني أيا كان هو بيتعامل مع مين فبين النفس ثقافة البيت على طول حريكو تتكلمني على يمكن وسائل العقاب زي أن أنا أخد منه الحاجة اللي بيحبها خلينا نقول لو بلاي ستيشن أو موبايل أو غيره أو غيره دي طريقة عقاب ممكن هنتكلم فيها لكن بعض الأمات تقولك ما بيفرقش معي بيعمل نفس برضو الحاجة اللي احنا اتفقنا أنه هو ما يعملهاش أي إن كانت إيه هي فده بيكون سببه إيه ده عند ده عند مع الأم هو هنا استخدم السلوب العند لأنه ما اقتنعش هو لما قرر السلوك ده ما اقتنعش بالعواقب بتاعته ما كانش فيه تفاهم يعني ما قالت لهش أنا دلوقتي لما بعمل ده بيأثر علي في إيه لكن هو على طول الأم مرسد سياسة العقاب ما تعملش ده وخلاص بصتلك هضربك وتبدأ فعلا تضربه يعني فيه أمهات كتير بتهين أولادها في الشارع وبصت الناس في الماركت سواء بقى يعني تضربه سواء هي تشتمه تزعق في وسط الناس وتعلي صوتها عليه فهو يحس هنا أنه حتى بالإحراج بيحس أن إيه ده الناس بصتلي هو أنا دلوقتي بقيت مهزوز مكسوف حتى تلاقيه بيداري وشه وعايز زجري ويعايز برق لأ طب أنا ليه أوصله للحالة دي ما أبدأ أن أنا أتكلم معاه وفهمه إيه الدوافع اللي خلتني أن أنا عقبك طب أنا هستخدم أسلوب العقاب إيه وتبدأ تتكلم معاه أنا هستخدم أسلوب العقاب كذا إذا أنت ما عملتش كذا إذا أنت قررت نفس السلوك أنا هبدأ أحرم هبدأ أقلل يعني لو هو بيقض نص ساعة الموبايل أنا هخليها ربع ساعة لو هو بينزل بس أهم ما حاجة ما حرمش من التمرين يعني الحاجات الأساسية اللي فيها مهارات بتنامي مهارات وقدرات الطفل ما حرموش منها أبدا بس بحرمو من الوسائل الترفيهية وما حرموش من مصروف المدرسة لا الحاجات دي لأ لأن دي هتدخلني في أزمة مشكلات نفسية كتير قوي بعدين أنا مش هحمد يعني عجبها اللي هو إيه هلاقي سرقة هلاقي عند هلاقي مشاكل كتير أو سلوك منحرف هلاقي حاجة كتير قوي حاجة بص هو ليه بقى كده رغم أن أنا مش حرما من حاجة لأ أنت حرما لأن استخدمت أسليب عقبية غلط يعني ما ينفعش خالص يبقى هو بيروح نادي يومين في الأسبوع وبيمارس مثلا الهواية بتاعته أو اللعبة بتاعته المفضلة وقوله لأ أنا مش هواديك يعني قد إيه إن أنا بقوله أنا بكسر فيك أنا بهددك أنا بهدد حياتك بهدد استقرارك بهدد شخصيتك ما هي التربية الإيجابية أي مع الأمان الاحترام والأمان إن أنا بخلي الطفل مسؤول عن سلوكه مسؤول عن ساعته وصحته فلما بيجي هو ما يلتزمش في ده بقوله أنت المسؤول عن غلطك تعال نصححه حط لنفسك عقاب وأنا هردى به وإذا تقرر تاني هنحط تعقاب تاني بس بشكل أكبر فهنا أنا بخلي الطفل مسؤول عن كل القرارات لأنه إذا ما لتزمش معي أنا مش هلتزم معي هي دي الحدود الأساسية لفكرة اللي هي التربية الإيجابية طبعا دي حاجة مهمة يمكن كلمنا عن التربية الإيجابية ويمكن مبادرة الطفل اللي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واللي في الآخر وفي الأول دول اللي زي ما بيقولوا شباب المستقبل وهم دول اللي هيمثلونا في حاجات كتيرة جدا يمثلوا البلد دي في حاجات كتيرة جدا هم هيبقوا مزيعين المستقبل دكاترة المستقبل مهانسين المستقبل فمهم أن نحنا ناخد بالنا كويس قوي من نشأة الطفل من هو صغير جدا من سنة ثلاث سنين نبتدي نركز هو بيحب إيه ما بيحبش إيه بالرياضة اللي عايز يعملها قدوة بتاعته مين حاجة دي كلها مهمة عشان تشكل شخصية الطفل عشان نمنع بإذن الله يكون عنده أي أمراض نفسية في المستقبل كل شكرا لك الدكتورة رندا الطحان أخصائي الصحة النفسية ورشاد الأسري شكرين على وقتك وعلى معلوماتك القيمة كل شكرا لك